أعلن البنك الدولي منح مساعدة مالية جديدة قيمتها 100 مليون دولار للصومال لمدة 12 شهراً وذلك في لقاء جرى بين رئيس حسن شيخ محمود مع ممثلة البنك كريستينا سفينسون في العاصمة مقديشو وقالت سفينسون في تصريحات نحن اللقاء إنه كان مثمراً وأبحثنا فيه سبل تعزيز التعاون بين البنك والحكومة مشيرة إلى أن البنك يخطط لدعم الصومال في الفترة المقبلة وقال الرئيس الصومديو في بيان صحفي مقتضب بعد اللقاء إن دولته تسعى لتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين وخلق فرص عمل لفئات الشباب التي تنهز 70% من المجتمع